ويلا بونية العلاقات المصرية الفرنسية على أسس من الاحترام المتبادل بين البلدين والمصالح المشتركة وبمرور السنين تطورت العلاقات إلى حد الشراكة الاستراتيجية انطلاقا من مكانة مصر في محيطها وموقع فرنسا التي تعتبر إحدى القوى الأوروبية الكبرى المزيد مع الزميلة فاطمة خليل أهلا بكم تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطورا إيجابيا يعكس رغبة قيادة الدولتين في دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات حيث يجمع القهرة وباريس تاريخ طويل من التعاون البناء على مستوى السياسي تلاقت وجهات نظر القهرة وباريس عبر حوارات ثنائية حول عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في لبنان والسودان فضلا عن الوضع في ليبيا حيث تتوافق رؤى الجانبين على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتقويد التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تسهم في تأجيج الأزمة أما على الصعيد الاقتصادي فقد شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا كبيرا وخلال لقاء مع ممثلي 90 شركة فرنسية في باريس قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاتثمارات الأجنبية الفرنسية التي تبلغ قرابة 5 مليارات يورو في ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية في مصر توفر 38 ألف فرصة عمل بمختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك وفي ظل التحديات التي تواجه البلدين يتخذ التعاون العسكري جانبا مهما من العلاقات بين مصر وفرنسا فقد شهدت الأعوام السبع الماضية بدءا من عام 2015 عقد عدد كبير من السفقات العسكرية فيما يخص القوات الجوية والقوات البحرية وتم توريد حاملتي مروحيات منتراز مسترال و24 طائرة رفال متعددة المهام وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وفرق طاعة بحرية ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى إجراء التدريبات العسكرية المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب عززت فرنسا من التعاون الثنائي مع مصر وخاصة فيما يتعلق بملف مكافحة خطر تنظيمات الجماعات المتطرفة واتفقت القهرة وباريس على تعزيز وتوسيع التعاون الأمني والاستخباراتي على المستويين الإقلمي والدولي كما ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات ثقافية متميزة عبر التاريخ تجلت في إعلان الرئيس السيسي على هامش لقائه بالرئيس الفرنسي مكرون خلال زيارته لفرنسا في أكتوبر 2017 اختيار عام 2019 عاما للثقافة الفرنسية في مصر وتحتل فرنسا مكانة رئيسة في مجال الأثار من خلال المعاهد والمعامل الفرنسية المصرية الموجودة في مصر منها المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ومركز الدراسات السكندرية وأيضا من خلال نحو أربعين بعثة تنقيب فرنسية وغيرها من البعثات التي تتوالى كل عام تمر العلاقات المصرية الفرنسية بأفضل فترتها من حيث التفاهم المشترك بشأن ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والملفات الإقليمية والدولية الأمر الذي يسهم في إرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع